ينطلق اليوم لقاء ثلاثي يضم كل من مصر وقبرص واليونان بمقر وزارة الهجرة على مستوى الوزراء ضمن الاستعداد للنسخة الكامسة في إطار المبادرة الرئاسية إحياء الجذور لتعزيز مجالات التعاون بين البلدان الثلاث وتعد المبادرة الرئاسية إحياء الجذور الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبية بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر والعودة إلى العادات التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير وحب الحياة